يقول هل صحيح أنكم لا ترون تأليف كتب جديدة في العقيدة هل صحيح وين الكلام اللي أنا قلت في هذا أنا أقول يبين التوحيد يبين والعقيدة يتبين في الكلام وفي الكتب وفي الرسائل وفي وسائل العلم تبين ما قلت إنه ما تؤلف الكتب في العقيدة أقول ما يألف في العقيدة هل من يحسن ويعرف ما هي العقيدة أما كل من يألف وهو ما عنده علم فلا يجوز هذا نعم